ليس شبيها بالمشهد الأفغاني خروج القوات الأمريكية المقاتلة من العراق الذي يحين موعده بعد أربعة شهور بحسب تصريحات واشنطن الأخيرة لكنه انسحاب بنكهة التغيير في نهج الدعم الأمريكي من تواجد عسكري إلى تواجد أمريكي تدريبي وتكتيكي لمواجهة خطر إرهاب داعش الصورة تتضح أكثر فأكثر كلما لاحت في الأفق توقعات المشهد المقبل من تصعيد لفصائل موالية تدعمها إيران فيما الصحة المتوترة بتوقعات رضيفة كتلك التي تدعم ارتفاع موجة الاستقرار نظراً لوجود وعود تؤكدها كتل سياسية تدعم استمرار استهداف القوات الأمريكية بهدف خروجها وأن تحقيق هدفها بانسحاب تلك القوات سيهدئ الساحة الأمنية لكن أمريكا وتحديداً خبراءها الأمنيين لا يرون تأكيداً مطلقاً في هذا السيناريو من حيث النتائج على الأرض بعد تصعيد آلة الاستهداف لطائرات مسيرة وصواريخ واستهداف الأرتال الدولية التي ليست قتالية على الأرض وهنا يرجح القول المؤيد لضبابية المشهد الأمني المقبل إذا لم تفعل خطط واقعية على الأرض تضمن إنهاء السلاح المنفلت وتضمن كذلك انتهاء مسلسل الكاتيوشا الذي تكمن حجته عند مطلقيه بهدف إخراج القوات الأمريكية من البلاد تساؤلات وتوقعات أيضاً لما هي الفصائل المسلحة في المستقبل القريب هل ستحول تكتيكها هي الأخرى صوب خلايا داعش أم أن قواعد اللعبة ستكون في قبضة الجهات الأمنية وتمهد لعهد أمني جديد مفعم بالاستقرار وحصر السلاح بيد الدولة تبقى الأربعة شهور الباقية هي الكفيلة برسم ملامح العام الجديد الذي ينتظر العراق ترجمة نانسي قنقر